طيب بمناسبة دا كاس العالم والناس الصالحة دي البطولة فيها أرقام كبيرة مضيئة جدا طبعا المنتخب المغربي يستحق كل الإشادة والتحية والتأدير والامتنان لأنه فرح العرب بجد فرح العرب ورفع رأس العرب وأفريقيا في هذا الحدث العالمي الكبير ويكفي أنه منتخب الديوك الفرنسية حامل اللقب يحترم كل هذا الاحترام ويلعب معه بكل هذا الحذر لكن كمان مباراة الأرجنتين وكرواتيا كان فيها أرقام كتير مهمة الأرجنتين تأهلت لنهاي كاس العالم للمرة الستة في تاريخ والمرة التانية في آخر ثلاث نسخ يعني آخر ثلاث مشاركات اتنين في الفاينال الأرجنتين ألمانيا عندها ثمان نهائيات الأرجنتين عندها ستة بالتساوي مع البرازيل وإيطاليا الأرجنتين تاني منتخب في تاريخ كاس العالم يفوس في مبارتين نصف النهائي بفارق ثلاث أهداف أيضا كانت قد تفوقت على ألمانيا على الولايات المتحدة ستة واحد في تلاتين للمرة الأولى بتنتهي مباراة في نصف نهائي كاس العالم بسلاثية نظيفة لكن الحدوتة كلها في مصر خلينا في الأرجنتين تمانية من آخر عشر مباريات لنصف نهائي كاس العالم بين المنتخبات الأمريكية الجنوبية والأوروبية أمريكا الجنوبية وأوروبا بقول لكم تمانية من آخر عشر مباريات سيمفاينال نصف نهائي انتهت بتفوق منتخبات أمريكا الجنوبية وتمانية انتهوا لأمريكا الجنوبية والتنين لأوروبا من ستة وستين لم يسجل أو يصنع لعب في مباريات مختلفة بكاس العالم أكتر مما فعل ليونيل ميسي تلاتاشر بالتساوي مع رونالدو البرازيلي ميسي يا جماعة داخل على أرقام كبيرة جدا يستحقها في ختم مشواره سجل ميسي حداشر هدف في كاس العالم هو أكتر من أي لعب أرجنتيني في تاريخ البطولة سجل أهداف بس هو أعتقل فيه لعب بسم فرنساوي ميسي أول لعب أرجنتيني بيسجل في خمس مباريات مختلفة خلال نسخة واحدة خمس مباريات مختلفة في نسخة واحدة لكاس العالم شارك ميسي في مباراته الخمسة وعشرين في كاس العالم ضد كرواتيا وعاد الرقم لوثر ماتيوس كأكثر من شارك في تاريخ المنديان الأرقام بتاعة المغرب وفرنسا أرقام برضو مضيئة ومهمة جدا بس أنا عايز أقول لحاجة مفيش لعيب عمل اللي عمله جون فونتين اللي هدى في التاريخ لكاس العالم جايب حداشر جون ترنتاشر في بطولة واحدة في بطولة واحدة حداشر في بطولة واحدة حداشر؟ محدش عمل الرقم ده ولا حد عارف يقرب منه يعني الجعيس جاب سبعة طيب دي دي شامب رابع مدرب يقود بلاده لانهائيين متتاليين في كاس العالم الحقيقة برضو دي شامب عامل إنجاز كبير كمدرب لكن خدوا بالكم حاجة مواليد الرجراجي القاد منتخب المغرب من أنجح المدربين في أقصر فترة زمنية الرجل اشتغل ستين يوم قبل كاس العالم هما لما قلقوا قوي من الصر بخليله زتش فسخوا عقده لك أنه كان دخل في مشاكل مع النجوم تم الاستغناء عنه وكان وليد الرجراجي جاهز لأنه بيدرب الوداد ومستقر مع الوداد وعمل مشروع هائل مع الوداد فكان سرعة الاستعانة به قرار موافق جدا من الجامعة الملكية المغربية ستين يوم فقط احتاجها وليد الرجراجي عشان يصعد بأسود الأطلس يلعب على برونزية كاس العالم يعني المغرب بافتراض يوم السابت الساعة خمسة للمباراة لو لم يتوفق في الفوز على كرواتيا احنا بنتكلم على منتخب عربي أو أفريقي رابع العالم إنجاز ما بعده إنجاز عشان كده هو النهاردة يا تالت يا رابع آه كل الناس اللي كانت مصدوما برح وزعلانة لأنه الحياة المنتخب المغربي رفع سقف طموحات العرب آه أملنا آه خلانا بنتكلم ليه ما نكسبش كاس العالم لا ده الناس علانة زي ما كون راحة البطولة يعني بالضبط بس هو ده قيمة الإنجاز الحقيقة إن أنت رفعت سقف الطموح ورفعت كمان منسوب الشجاعة عند الكرة العربية والأفريقية أنت ما عدتش بتواجه الأوروبيين في أعتى منتخباتهم بأي رهبة أو بأي حسابات ولا يلا لا أنت الديوك الفرنسية دي اللي بتصح في وش الجميع إن برح بتلعبك بحذر شديد جدا وبإحترام شديد جدا وبتعاني قدام هذا الفريق ولو كان الفينشينج بتاع اللعب المغرب جيد في إنهاء هجمات كتيرة المباراة كانت لصالح المغرب مش لصالح فرنسا لكن زي مولتلكوا هو ده سقف الطموحات اللي ارتفع وهي دي قيمة الإنجاز اللي حصلت استفادوا طبعا من إقامة البطولة في أرض عربية مع جماهير عربية خلقت حالة وده هنا بقى بيؤكد على قيمة الأرض الجمهور أه طبعا لأنه الناس اللي مستهينة أو بفكرة عودة الجماهير لقد عودة الجماهير هتغير من الكفاءة كفاءة اللعيب يعني جزء أنت بتقول لي كيف أنصل لما نقدر نفتح بالحد الأقصى الجماهير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا